حركية تنموية واعدة تشهدها بلدية تازروك بطامن راست بعنق الصحراء تعكسها جملة المشاريع التي استفدت منها في مختلف القطاعات واهتمام الدولة بهذه المناطق الرپورتاج لناول سويلح بلدية تازروك الواقعة على بعد 300 كم شمال شرق عاصمة الولاية تامن راست عرفت حركة تنموية نشيطة في السنوات الأخيرة وهذا بشهادة أهل المنطقة عدة مشاريع انجزت في مختلف القطاعات قطاع التربية قطاع السكن قطاع الفلاحة وتازروك معروفة بأنها منطقة فلاحية تعززت بالكهرباء الريفية هذا يكننا نغل قادر ويكننا نغل تطلقها كالت ويكننا نغل الواجمتين الزوزغانا التلريس الوعرة للولاية لم تكن عائقا لوصول الكهرباء لأعلى منطقة في الجزائر وكذا شبكة الطرقات التي سهمت في فك العزلة عن أهلها الذين استفادوا من مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وأخرى في طور الإنجاز استفادت بلدية خلال السنتين الأخيرتين بحوالي 600 إعانة في إطار السكن الريفي وكذا توزيع 50 سكن عمومي إيجاري إضافة لذلك تزفيد وتعبيض الطرق البلدية والتي تقدر بحوالي 6 كم نحن بصدر إنزاز عملية كهربة المحيطات الفلاحية وهذا بحوالي 15 كم إنزاز مفرغة عمومية مراقبة والتي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي والقضاء على الرمي العشوائي للنفاية نحن ملعب جواري قائرة وقيد الإنجاز ما زال مكملوش وبإن شاء الله نعطوه دفع للمرقب الجواري من سنة 99 إلى يومنا هذا يعني تغير جذري في الصورة في جميع الميادين ونحن كشباب يعني نهر 17 أفريل ما نبينا نروح للاستحقاق بقوة ونتمنى الاستقرار والاستمرارية بلدية تزرق تعرف إقبال كبير لسواح من داخل وخارج الوطن خاصة في فصل الصيف نظرا لمناخها المعتدل حيث تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية في فصل الصيف